اشتركوا في القناة الدروس الجغرافية للفصل الثالث لتلاميذ سنة ثالثة متوسط اما بالنسبة للدروس القادمة او التي سوف ننشرها على القناة سوف يكون رابطها ايضا في صندوق الوصف وبالنسبة لسلسلة تشغيل هذه او سلسلة تشغيل خاصة بسلسلة دروس الجغرافية لتلاميذ سنة ثالثة متوسط الفصل الثالث سوف يكون رابطها في صندوق الوصف ونفس الشيء بالنسبة لدروس التاريخ بدون اضالة لنبدأ عندنا الميدان الثالث تحت عنوان السكان والبيئة في قارة اوروبا عندنا بالنسبة لهذا الميدان نحن تعرف فيه عامة على قارة اوروبا في الميدان الول تعرفنا على اوقيا نوسيا الميدان الثاني افريقيا والميدان الثالث قارة اوروبا عندنا كعنوان للميدان الثالث العنوان تع الميدان الثالث هو السكان والبيئة في اوروبا عندنا اول ميادين الصناعة في اوروبا هذا هو الجزء الاول او الوضعية الاولى قلنا في كل ميدان سيكون عندنا ثلث وضعيات ثلث وضعيات قلنا الوضعية الاولى هي حول ميادين الصناعة في اوروبا رح نتعرف فيها على اوروبا طبيعيا اوروبا بشريا وراح نتعرف allows على ميادين الصناعة في اوروبا او الصناعة في اوروبا عامة ثانية وضعية رح نشوف فيها مشاكل الصناعة في اوروبا والحلول لاتفاعها وثالثة وضعية رح نتعرف فيها على التلوث في البحر الابيض المتوسط نروح لان نبدو مع الدرس عندنا عندنا الوضعية الاولى اللي هي الصناعة في أوروبا بالنسبة للصناعة في أوروبا راح نتعرفوا في هذا الدرس على أوروبا طبيعيا أوروبا بشريا والصناعة في أوروبا نبدأ أول حاجة بأوروبا طبيعيا كي نقولوا أوروبا طبيعيا معناها راح نشوفوا الموقع الجغرافي انتاحا مثلا الموقع الجغرافي لقارة أوروبا قلنا تقع قارة أوروبا في الجهة الشمالية الوسطى من العالم يحدها شمالا المحيط المتجمد الشمالي وجنوبا البحر الأبيض المتوسط وشرقا آسيا وغربا المحيط الأطلسي كي نقولوا الموقع الجغرافي وش معناها؟ معناها أول حاجة رح نقولوا وين تقع يعني سواء شمال جنوب شرق غرب بنسبة للعالم وبعدها رح نقولوا ماذا يحدها شمال شرق غرب جنوب إلى آخرها هنا لدينا أوروبا في هذه الخريطة ممثلة باللون البرتقالي بالنسبة لموقعها الجغرافي فتقع أوروبا في الجهة الشمالية الوسطى من العالم أي الشمال تقع في الشمال والوسط وسط العالم وبالنسبة لما يحدها يحدها المحيط المتجمد الشمالي من الشمال أو شمالا والمحيط الأطلنطية أو المحيط الأطلسي غربا وتحدها آسيا شرقا والبحر الأبيض المتوسط جنوبا ثانيا بالنسبة لموقع الفلكي لقارة أوروبا تنحصل قارة أوروبا بين دائرتين عرض 34 درجة و 80 درجة شمالا وبين خطي طول 60 درجة شرقا و 10 درجات غربا أما بالنسبة لمساحتها تقدر مساحة قارة أوروبا ب 10.5 مليون كيلومتر مربعة وعدد سكانها عدد سكان قارة أوروبا يقدر ب 746.4 مليون نسمة إذن تعرفنا على أوروبا طبيعيا وبشريا بالنسبة الطبيعيا شفنا الموقع الجغرافي انتاحها شفنا الموقع الفلكي ومساحتها وبالنسبة لبشريا مناش حنتعمقوا فيها بزاف تعرفنا فقط على عدد سكان قارة أوروبا ثالثا عندنا التضاريس تتميز قارة أوروبا بتنوع تضاريسها المتمثلة في سلسلة جبال الألب الحديثة وسهل الأوروب العظيم الخاص وتمتاز بتعرّج سواحلها وكثرة جزرها مثل الجزر البريطانية وسقلية وكريت إذن بالنسبة للتضاريس نتاع أوروبا قلنا عامة التضاريس أوروبا متنوعة ذكرنا الجبال ذكرنا السهول لسواحلها وأيضا الجزر التي تتمتع بها إذن كما نرى هنا في الخريطة بالنسبة لأوروبا فهي تمتاز بتضاريس متنوعة مختلفة نبدأ أولا بالجبال تمتاز جبال أوروبا بالارتفاع ويغطي قممها الجليد في الشتاء ويفصل بينها أودية يجري بها أنهار وتمتد سلاسل جبالية بها باتجاه عام من الغرب إلى الشرق قاعدنا هنا جبال أورال عندنا جبال الألب أيضا عندنا مثل سلاسل جبال الألب وتقع في وسط القارة ها هي جبال الألب ويقطعها الأودية الجبالية وتنقسم إلى جبال الألب الوسطى وجبال الألب الدينارية بالإضافة إلى أنهار مثل نهر الراين نهر السين لهم شبكة الهيدرغرافية لن تعرف عليها الآن إذن عندنا شبكة الهيدرغرافية لقارة أوروبا تتميز أوروبا بتنوع أنهارها يعني أنهار متنوعة مثل نهر الفولغا والدانوب والبحيرات مثل بحيرة لادوغا بروسيا قيام الثورة الصناعية الثورة الصناعية بالنسبة للتعريف تحها الثورة الصناعية عامة هي عبارة عن فترة اسمناها الثورة الصناعية هي مجموعة التغيرات والاكتشافات العلمية والاختراعات التي عرفتها الصناعة أواخر القرن الثامن عشر ميلادي يعني التطور فيما يتعلق بمجال الصناعة لعرفاته الصناعة أو لعرفه هذا المجال في أواخر القرن الثامن عشر ميلادي وطيلة القرنين التاسع عشر والعشرون ميلادي في بريطانيا ثم في باقي أوروبا ميادين الصناعة في أوروبا قلنا في الدرس اليوم سنتعرفه إلى أوروبا طبيعيا بشريا وميادين الصناعة في أوروبا لدينا بنسبة للميادين الصناعة في أوروبا معناها المجالات التي تصنحهم أوروبا أو الحبايش التي تصنحهم أوروبا لدينا أولا صناعة الحديد والصلب يبلغ إنتاجها السنوي 106 مليون طن وتحت المرتبة الرابعة في صناعة الحديد والصلب وأيضا الصناعة الميكانيكية كنقول الصناعة الميكانيكية معناها عامة أنا نتكلمو على السيارات الحافلات الطائرات إلى آخره إذن الصناعة الميكانيكية مثل صناعة السيارات فهي تنتج حوالي 9 مليون سيارة سنويا بالإضافة لصناعة الطائرات والسفن والعداد الحربي خاصة في فرنسا وبريطانيا ثالثا عدنا الصناعة الكيموية التي تشمل الأسمدة الأدوية الأحماض المطاط إلى آخرها الصناعة النسيجية أي الصوف والقطن فهي تستورد الصوف والقطن من مصر والولايات المتحدة الأمريكية والصناعات الغذائية تشمل صناعة السكر الزيوت الألبان وتعليب اللحوم بالإضافة إلى الأسماك والخضر والفواكه سابعا سوف نذكر مميزات الصناعة في آرابا لدينا ثلث مميزات أو ثلث أشياء تميز الصناعة في آرابا أولا التنوع وضخامة الإنتاج ثانيا الجودة والتقنية العالية أي جودة المنتوجات والتقنية العالية المستعملة والقدرة على المنافسة في الأسواق العالمية بما أن أوروبا نشطة في مجال الصناعة إذن أكيد سوف تلقى منافسة كبيرة في الأسواق العالمية من قبل دول متعددة مثل الصين، اليابان، أمريكا إلى آخرها إذن مميزات الصناعة في أوروبا لدينا التنوع وضخامة الإنتاج الجودة والتقنية العالية والقدرة على المنافسة في الأسواق العالمية حكمتنا لنهار اليوم تقول توقف عن مقارنة نفسك بالآخرين المقارنة هي السارق الأول للسعادة أشكركم جزيلا الشكر على حسن الإصغاء والمتابعة ومع السلامة